طيب برأيك من أفضل لعب في هذه المباراة تقدر تقوله أنه فعلا كان الأكثر توفيقة في صحوف العبارة؟ يعني من وجهة نظر هو جمهور النادي الأهلي هو الأفضل في المباراة بتاع الأمس احنا شوفنا التزام كامل من جمهور النادي الأهلي من قبل المباراة يعني من المباراة الساعة 8 مساء من الساعة 2 الجمهور موجود ومتواجد في السادة القاهرة بكسافة وبقوة فبالتالي تشجيع متواصل لعب النادي الأهلي منذ البداية حتى نهاية المباراة فبالتالي حتى مدرب العين الأمارات يتحدث في المؤتمر الصحفي أنه قال أنه جزء كبير من خسارة تركيز لعب العين هو كان جمهور النادي الأهلي لأنه كان حاضر بقوة وقال أنه العين ما بيلعبش في الأجواء دي يعني الملعب والجمهور والأعداد الكبيرة اللي كانت موجودة فده أثر بشكل كبير على أداية العين الأمارات فبالتالي لو أنا من وجهة نظر هقول أنه أفضل لعب هو جمهور النادي الأهلي لأنه يعني زي ما الحداشة اللاعب قده في شكل كبير جمهور نتلاه لعمل أجواء رائعة في السادة القاهرة بالأمس ولكن على مستوى الملعب أعتقد أنه إمام عشور كان مميز جدا في مبارات الأمس في مبارات السوبر المحلي في الإمارات كان ظهر بمستوى ضعيف جدا وحتى كان ينال بعض الانتقادات من الإعلام أو من المحللين في سوق مستوى إمام عشور ولكن كان متفوق جدا في مبارات الأمس أمام العين الإماراتي ودى أفضلية للنادي الأهلي في الشرق الهجوم طيب وهو مرح يعني كولر إحنا لاحظنا أنه كان قادر أنه يقفل كل مفاتيح اللعبة على العين الإماراتي زي ما أنت قلتهم عندهم لعبة قوية جدا زي سوفيان رحيمة وغيرهم فهو إزاي قدر يعمل ده يعني تفاصيل أكتر كبير وصحية هي طبعا طول كرة القدم أحيانا بتساعدك شوية كمدرب أنك تقدر تنفس أفكاره بمعنى أنه نجاح كولر مبارح هو نفس أفكاره اللعبة قدت ما عليها اللعبة كانش في حالته فبالتالي أنه وضع جدا أنه كولر كان مركز بشكل كبير لعبة مركزة فقدت المساحات للنادي الأهلي قدت لعبة النادي الأهلي الفرصة أنهما يتقلقوا بشكل كبير جدا في المباراة الكرة ما كانش ماشي في الناحة التانية لما مع الفريق العين أو كريزبو المدير الفني فبالتالي هو ده اللي عمل الفارق أنه شفت الجاب كبير جدا أنه لا حتى العين مش قادر يجاري لعبة النادي الأهلي مش قادر يهدد مرمى محمد الشناو مش موجود في اللقاء فبالتالي هي حالة المباراة والضغط اللي عامله كورر من البداية على لعب العين مع الضغط الجماهيري يعني خلى فيه حالة أنه لعبة النادي الأهلي فائقين طول الوقت وضغطين بشكل كبير جدا على لعب العين مش أنه هو متفوق وبيضيع أهداف أو بيسجل وبيتراجع إلى الخلف لا طول من بداية المباراة حتى التسعين احنا شفنا ضربة الجزاء في أواخر الأشخاص التانية فبالتالي انت ضاغط طول الوقت على دفاعات العين الإماراتي ومنتشر بشكل كبير جدا في كل أرجاء الملعب ده اللي عمل حالة أنه كورر له وقف على الخط مرتاح لأنه شايف أنه لعبته بتقدي بشكل كبير جدا شايف أنه مستحوث ومسيطر على المباراة شايف أنه لعبته يعني في أفضل حالتها بتسجل أهداف شايف أنه العين مش موجود في المباراة فبالتالي أنه كان مرتاح الكورر في المباراة خطته نجحت طبعا خطته نجحت أنه سيطر بالشكل ده ويفوز بسلسينة نظيفة فطبعا يعني شابوه كوررر أنه خطته نجحت تفكيره ونجح طريقته في اللعب أمام العين الإماراتي نجحت الفضل أيضا يعود إلى لعاب النادي الأهلي أنه هم قدروا لسه فيزين ببطولة الصوبر راجعين من الإمارات فبالتالي أنه دخلوا في الأجواء سريعا وأنه يحقق البطولة أنه كان فيه كلام كتير جدا قبل المباراة العين هو طبعا فرق كبير زعيم آسيا فبالتالي أنه كل يعني الأقاويل كانت تصب فيه صالح العين أنه هيعمل مباراة كبيرة جدا هو ده اللي أنا عايز أسأل عليه دايما يعني معتدين في الملاعب الأوروبية في ملاعب كرة القدم دايما بتتقاس القيمة السوقية وبتتقاس اللاعبين وشهريتهم وقيمتهم وده اللي بيدي لهم هيبة وده اللي بيخالي الصحافة تتكلم عليهم ولكن بخلاف ده إحنا بنشوف يعني على أرض الواقع فيه حاجات بتتغير كلمة السر فين يعني هالكلمة السر مثلا فيه اتحاد اللاعبين مع بعض فيه تغييرات مارس الكولر فيه الخطة اللي حطها فيه الجماهير يعني الخلطة هنا إيه هي الخلطة في النهاية هي كرة جماعية في النهاية آه فيه القمة السوقية بتفرق انت الجودة اللاعب اللي عندك بتفرق هل دول أعلى ناس أو الكولر بتاعهم علي جدا ولا لا العين أوه عنده لعيبة كويسة جدا والكولر بتاعه علي جدا ولكن لما تيجي تشوف مستوى العين الإماراتي الموسم الماضي عن الموسم الحالي العين الإماراتي بتتكلم في آخر سبع مباريات يعني مستويات ضعيفة جدا سواء في الدور الإماراتي أو دوري أبطال آسيا يعني لإما تعادلات لإما خسائر فبالتالي أنه عندهم مشكلة وعندهم كلام على إقالة المدير الفني كريسبوك قبل المباراة أو قالوا أنه يعني آخر فرصة لي هي مباراة النادي الأهلي إذا تخطى الأهلي هيكمل إذا لما يتخطى النادي الأهلي فبالتالي أن الفرصة ضعيفة في البقاء مع العين الأماراتي فبالتالي دي كلها أمور بترسل يعني كان كسب العين الأماراتي كان كسب أوكلاند سيتي ستة اتنين فيعني أداءهم كان كويس هو كل ما تشي بيفرع عن البعض أوكلاند سيتي النيوزيلاندي مش النادي الأهلي